لا يزال الغموض يلف حادث مقتل عائلة الحل البريطانية من أصل عراقي التي كانت تقضي أيام عطلة في مخيم بالقرب من جبال الآل بمدينة أنس الفرنسية الجريمة التي تعود وقائعها إلى العام الماضي راح ضحيتها أبو العائلة وهو سعد الحل وزوجته وشخصان أخران نحن نعلم أن المؤسسة البريطانية التي كان يعمل سعد الحل لديها كانت تعمل بدورها لصالح العديد من الدول الأجنبية يوجد عمل معقد هنا لأننا عندما نقول دول أجنبية نقول أيضا تجسوسا صناعيا وربما تدخلا للمخابرات لحد الآن لا نملك شيئا لأن التحقيق معقد جدا ويتطلب وقتا طويلا وربما لن يوصلنا إلى أي نتيجة وفي سياق المتصل كانت الشرطة الفرنسية قد أكدت أنه تم العثور على إسلحة ومواد متفجرة في منزل سعد الحل ما يفتح العديد من التساؤلات حول دوافع الجريمة